بعد أكثر من 15 عاما على التغيير الذي شهده العراق على يد المحتل الأمريكي والوعود بتحويل البلاد إلى واحة للتقدم في الشرق الأوسط ها هو عراق اليوم وقد صار مستنقع للفساد والفشل والاستبداد الطائفي تتلاعب به الأجندات ويتجرع أبنائه شظفها العيش الكثير من البنى التحتية التي صمدت سنوات طويلة تداعت مع الغزو نتيجة العمليات الحربية والإهمان الحكومي ومع ازدياد عدد السكان أصبحت قضية بناء أحياء جديدة والتوسع العمراني أفقيا وعموديا أمرا لا مفر منه للقضاء على أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العراق لكن شيئا من ذلك لم يحدث ليضطر المواطن المسحوق تحت رحمة الحروب وغياب فرص العمل وغلاء المعيشة إلا الاستيلاء على بعض الساحات والأراضي العامة وحتى الخاصة لبناء دار الله متجاوزا كل قواعد القانون والتخطيط العمراني والذوق العام تحت طائلة الحاجة الماسة التي لم تجد جوقة الفاسدين حلا لها برغم تعاقب الحكومات والميزانيات الانفجارية التأثير الذي تركه الانتشار الواسع لظاهرة العشوائيات لم يشكل تهديدا للتخطيط العمراني للمدن فحسب بل إن الكثير منها تحول إلى ما يشبه بؤرا لانتشار الجريمة والمواد الممنوعة بسبب الفقر والبؤس والجهل التي تشكل عوامل مشتركة في غالبية تلك العشوائيات وفي الوقت الذي تقر وزارة التخطيط بوجود أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يسكنون المناطق العشوائية يحمل الشارع العراقي لحكومات المتتالية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة بسبب تجاهل توفير الوحدات السكنية المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي أكد وجود ثلاثة آلاف وسبعمائة منطقة عشوائية في ثلاث عشرة محافظة حيث تأتي بغداد في الصدارة بنحو ألف منطقة عشوائية تليها البصرة ثم كاركوك وأشار الهنداوي إلى وجود خمسمائة واثنين وعشرين ألف مسكنين في المناطق العشوائية مبينا أن ثماني وثمانين بالمئة من هذه المناطق تعود ملكيتها للدولة والباقي للقطاع الخاص والأدهى في الأمر أن الحلول المقترحة لمعالجة هذه الظاهرة تقتصر على بيع وتأجير الوحدات السكنية في العشوائيات لشاغليها وبالتالي تحويلها إلى أمر واقع قانونا بدلا من إيجاد البدائل التي تتناسب مع روح العصر في بغداد التاريخ والحضارة وباقي أخواتها من مدن العراق التي أعادها المحتل الأمريكي وأذنابه عقودا إلى الوراء انتقاما لعقلة تاريخية في نفوسهم المريضة